السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النهاردة ان شاء الله هنبدأ كلامنا عن الابي اي سيكورتي وبالتحديد عن عملية الاثنتيكيشن والاثورايزيزيشن كلامنا هيكون عن العمليتين دول فقط الاثنتيكيشن مقصود بيها كلمة بالمعنى الحرفي يعني مصادقة يعني اكون عارف انت مين مين الشخص اللي بيكلمني مين الشخص اللي بينادي بتاعتي دلوقتي خلاص انت مين معي مش وكالة من غير بواب لازم اعرف انت مين عشان يسيبك تعدي فده وفي عندي بعد كده الخطوة اللي بعدها العمليات اللي بتتم بعدها اسمها يبقى انا عندي ده الاول بعد منه يجي الاثنتيكيشن معناها ان انا عرفت مين اليوزر ولكن انا بعرف بقى وبتحقق هل انت من حقك تنفز الاكشن ده ولا لأ انت اه دخلت لي او دخلت يوزر نيمو باسورد صح ولكن هل عندك صلاحية انك تنادي الابي اي دي ولا لأ هل عندك صلاحية انك تنفز الاكشن ده ولا لأ هل عندك صلاحية انك تدوس على الزرار ده ولا لأ خلاص فده الاثنتيكيشن ببساطة يعني. تمام? عملية بتتم بكذا طريقة. تمام? بالمناسبة بس احنا هنقسمه على فيديوهين عشان الفيديو ما يطلش معنا. وعلشان نستوعب الكلام اللي احنا هنقوله باذن الله. وبعد كده هنتكلم عن في الفيديو التالت ان شاء الله. خلاص? بيتم بكذا طريقة. من اشهر الطرق دي. من اشهر الطرق دي. عندي حاجة اسمها وعندي حاجة اسمها بيرر اوثنتيكيشن. بيزيك يعني بسيط. في البيزيك اوثنتيكيشن انت بتبعت الكريدينشلز بتاعتك ولما اقول لك كريدينشلز مقصود بيها كل البيانات المطلوبة علشان اتحقق منك وعرف انت مين. اللي هي عادة بتكون اليوزرنيم والباسورد بتوعك او الايميل والباسورد. خلاص? ففي البيزيك اوثنتيكيشن انت بتبعت الكريدينشلز بتاعتك دي مع كل ريكوست رايح للسيرفر. والسيرفر او بيكون مسؤول ان هو يتحقق من الكريدينشلز دي ومع كل ريكوست واما يعديك او يقول يا جماعة انا معرفش مين الشخص ده شوفوا هتتعاملوا معاه ازاي. او في الحتة دي. ولكن خلاني اقول بنعمل فيها ايه? بنبعث بتاعتنا مرة واحدة للسيرفر اللي هي عادة بنبعثها اللوجين اي بي اي اي او دي بتتحقق منهم برضو لو هم صح بترجع لي حاجة اسمها التوكن دي خلاص ما بيقاش فيها بقى لا يوزرنيم ولا بسورد. التوكن دي هي حاجة كده هنشوفها في الفيديو الجاي ان شاء الله. دي بتبعتها بعد كده مع كل السيرفر. والسيرفر برضو بيتحقق منها بشكل معين او بطريقة معينة. وعلى اساسها برضو اما بيخليك تكمل او ما تكملش. احنا النهاردة هنتكلم عن علشان نكون بدقين الموضوع كده من بدايته ومن تحت خالص كده ونكون شايفين الدنيا بتمشي ازاي. وللمرة الجاي ان شاء الله هنتكلم عن بحكم ان هي عن يعني وتقريبا يعني بيستعمل في حالات قليلة دلوقتي لان هو اصلا من ناحية مش احسن حاجة. تمام? طيب. خلينا نشوف هنمشي فيه ازاي? احنا عندنا ده اللي احنا عملين نبهدل فيه من مرمض فيه من اول السلسلة. فيه شوية كده على اه او وزي ما احنا شوفنا في كل الفيديوهات اللي فاتت انا كل اللي انا بعمله ان انا بشغل ونادي وابعت لها الموديل للدنيا شغالة وزي الفول. والكلام من لحد هنا ممتاز ولكن فيه مشكلة صغيرة اه اه ادي كده. ايه هي? ان اي حد معاه بتاع بتاع بتاعتي يقدر يناديها ويعدل في الداة صح? طبعا ده من ناحية ما فيش يعني في الضيعة القليم صح كده? بالذات لما يكون عندك يعني لو احنا لم نتكلم على بس ان هو بس هيقرى داتا. فطبعا هي مفروض انها تكون سيكيور ولكن يعني ممكن نقول ممكن تعدي. انا عامل داتا بابلك يا عام الناس كلها مفتوحة للناس كلها مفيش مشكلة. ولكن لما يكون هكتب لما يكون هعدل في الداة هانسيرت وابديت وادليت لازم فيه يعني لازم اي حد يقول انت رايح فيني عم الحج ما هي مش يعني مش كده مش سلاح مداحي يعني صح? طيب. فاللي احنا هنعمله في الفيديو ده ان شاء الله ان احنا هنطبق البيزيك اثنتيكيشن على البرودكس كنترولر. جميل جميل. اول خطوة علشان اطبق السيكيوريتي كده على اي اي بي اي عندي. خلينا نقول ان انا ال جيت اي بي اي دي انا عايز اخليها سيكيور. خلاص? فانا اول حاجة هعملها باسم الله الرحمن الرحيم كده بيجي حط عليها اسمها اثورايز. هتقول لي عم احنا بجيو نتكلم عن اثنتيكيشن اه انا جاي لك والله. بس بيشتغلوا كده مع بعض يعني هما ايد واحدة مع بعض. تمام? فانا بحط هنا دي. علشان اقول يا جماعة دي مش مسموح لحد دي وصل لها غير شخص هتقول لي يا عم انت حطت تقول لي اه دلوقتي لان انا مش بحدد له اي صلاحيات ولا اي حاجة انا اقلو بس وخلاص. من غير صلاحيات معناها ان لازم يكون على الاقل اليوزر انا عارفه. تمام? لو عايزوا بعد كده يكون معا صلاحية معينة هنستعملها بعد كده قدام لما نجي نتكلم عن تمام? طيب. لو انا شغلت دلوقتي كده. اعتقد هيضرب. اه فيه ارور من الفيديو اللي فات. خلينا نصلحه. ايوة ده. كنت باوريكم حاجة في نهاية الفيديو اللي فات بتاع الموديل بايندينج. وانسيت اشيلها. اللي هي في البوست دي لما كنا بناخد اتنين موديل وبنعمل لهم بايند فرون بادي وكنت بقول لك ان ده ما ينفعشي وكنت باوريك سامبل عليها فاتعال نمسح ده. تعال نشغل. طيب هو اشتغل معي دلوقتي تعال كده ننادي بص يا سيدي. قال لي ايه دلوقتي بص. كلام كتير اوي كده. طيب معناه ايه الكلام ده? معناه بيقول ان انت بتقولي بس ما حددت ليش بتاعتك ايه هتشتغل ازاي هتشتغل بيزيك ولا بيرر عشان اعرف عشان اعرف اتحقق من اليوزر ده. فانت ما قلت ليش اعمل ايه? صح? انت ما قلت ليش اعمل ايه? طيب. عشان اقول له يعمل ايه? هعمل ايه هنا? انا هعمل ايه عشان اقول له هو يعمل ايه? هتيجي انت هنا في اي حتة كده قبل البيلدر دوت بيلد دي كده يعني يعني خلينا نقول مثلا هنا كده نقول له اب دوت سيرفزز اه اسف بيلدر دوت سيرفزز دوت ااد اوثنتيكيشن. بس كده? لا مش بس كده. طيب تعال ايه كده نشغل لو انا قلت له بس اد اوثنتيكيشن كده ونجرب. هجي هنفس تاني. انتاني برضو نفس الاررور. ليه? ما انا برضو انا قلت له برضو اد اوثنتيكيشن بس محددت لهوش الاثنتيكيشن متود بتاعتي هتمشي ازاي. طيب عشان احدد له الاثنتيكيشن متود. حاجة بقى اقول له كده بعد اد اوثنتيكيشن على طول. نشغل السيمي كونون كده ونقول له دوت اد سكيم. تعال ننزلها كده على لاين لوحدة. اد سكيم. سكيم في الاثنتيكيشن واقصد بها طريقة الاثنتيكيشن. عشان بس ايه ما تصدعش من المصطلحات الكتير. تمام? طريقة الاثنتيكيشن اللي انا هشتغل بها. اسمها ايه? خلاص. والسكيم ده عادة في الاخر كده بيتلخص في حاجة اسمها وحاجة اسمها وهو ده مربط الفرص وده اللي احنا عايزين نتكلم عنه. تمام? طيب. احنا بما ان انا بنتكلم عن فانا هقول له السكيم بتاعتي البيزيك. انا ممكن اديها ايه اسمه ولكن اه الستاندرد سكيم زي ديت اسميها برضو ستاندرد. فاستعمل نفس الستاندرد نيمز بتاعتها. خلاص? فالبيزيك اثنتيكيشن اسمها بيزيك والبرامتر التاني ده اللي هو اه الكونفجر اوبشنز ده انا مش عايز اكونفجر اوبشنز دلوقتي هبعطه الامل. بس هو محتاج مني اتنين جينيريك بارامتر زينا. في ايه هما? والتي هندلر. خلاص? بتاعت السكيم دي ايه? والهندلر بتاعها. ما احنا قلنا السكيم في الاخر بتتلخص فيه اوبشنز او و هندلر. خلاص? فهو بيقول لك مين الابشنز ومين الهندلر بتوع السكيم دول. انا يا عمي ما عنديش اوبشنز مش هعمل كستام اوبشنز فهستعمل الديفولت كلاس كده اللي هي اسمتيكيشن سكيم اوبشنز تمام? ويه الهندلر بقى وده اللي يهمنا الهندلر هو المسؤول عن هو المسؤول انه يتحقق من اليوزر او من بتاعت اليوزر امام? فانا قبل ما اكمل هنيجي هنا هنعمل كده فولدر هنسميه ونعمل جوا كلاس جميلة خالص كده اسمها دي فولت اه اسف سميها بايزيك اوثن اوثن بايزيك اوثنتيكيشن هندلر خلاص وينيه ايه الكلاس اللي اسمها اوثنتيكيشن هندلر دي انا هخليها ت humiliه من كلاس اسمها اوثنتيكيشن هندلر دي الاثنتيكيشن هاندلر بيز ميثود دي بتاخد مني جينيريك بارمتر اللي هو تي اوبشنز اللي احنا بعتناه هناك فانا هاخد نفس الطيب ده احطه هنا تمام وبما انها ابستركت فبيقول لي لازم تيميمينت الابستركت ميثود وبرضه خلينا ناخد الكونستركتور بتاعها نفسه زي ما هم خلاص ده كده ايه بتاعي بدون اي ولا اي حاجة هاخد بس اسمه دلوقتي اروح احطه هنا التاني خلاص يبقى انا دلوقتي عملت ايه الخطوة التانية اللي انا عملتها اول خطوة انا حطيت له هنا فقلت له دي اللي هي جيت بدون بارمترز خلص او بدون مودل دي دي محتاجة اطبق عليها او بما اني بدون محتاج يعني ان انا تأكد ان اليوزر خلاص وبعد كده جيت عملت بتاعتي اللي هي بتانهرت الاثنتيكيشن هندلر اوف الاوبشنز وبما ان انا ما عنديش دلوقتي فانا هستعمل الديفولت اللي هي اوثنتيكيشن سكيم اوبشنز وبعد كده باجي في البروغرام دوت سي اس بقول له بلدر دوت سيرويس دوت اد اوثنتيكيشن وبعدين انادي اد سكيم بتدي له الابشنز والهندلر بعد كده قدي له اسم السكيم بتاعتي والقرامتر ده هنبعته والقرامتر ده بتستعمله عشان تكون فيجر الابشنز نفسها بس مش هندخل فيها دلوقتي مش محتاجينها خلاص طيب اد سكيم دي معناها ان انا ممكن انادي اد سكيم تاني اه ممكن تنادي اد سكيم تاني او تالتة ورابعة وعشرة زي ما انت عايز يعني ممكن في الابليكيشن الواحد تكون بتدعم اكتر من طريقة للاثنتيكيشن ولكن احنا عشان ما نعقدش الامور احنا دلوقتي هنعتمد ان عندنا اوثنتيكيشن سكيم واحد فقط اللي هو البيزيك وركز معي بما ان عندك اوثنتيكيشن سكيم واحد فقط فده اسمه ديفولت سكيم ديفولت سكيم خلاص ليه لان انت ممكن يكون عندك اكتر من اا اكتر من سكيم ففي الحالة دي لازم في الاد اوثنتيكيشن تحدد له من الديفولت سكيم اللي انت هتشتغل عليه طبعا بحيث ان بعد كده انت في الاثورايز اتريبيوت ممكن تقول اوثورايز بسكيم محدد انا عايز اوثورايز اليوزر بس بسكيم محدد مش قصتنا خالص دلوقتي مش يعني ااسف ان انا دخلتك في التفصيلة دي ولكن بس المعلومة ان انا عايز اوصلها لك ان بما ان عندك سكيم واحد بس فده اسمه ديفولت سكيم ماشي طيب لو انا اتشغلت بقى دلوقتي كده اه بس ما عليش نعمل نعمل حاجة بس نيجي هنا عشان ما يضربش معنا اكسيبشن هنشيل الاكسيبشن ده ونقول له هنشرح الكلام ده دلوقتي ماشي تعالك كده لو شغلنا على نادي الاي بي اي دلوقتي الاي بي اي رجعت لي رجعت لي ربعمية واحد ربعمية واحد دي ليه لان انا قيل له ان الاي بي اي دي محتاجة ان اليوزر يكون تمام لو جيت ناديت اي بي اي تاني احنا مش حطين عليها الاتريبيوت اي دي احنا كان ناديه تقريبا مسمينها جيت باي اي دي والا اي دي اكوى الاربعة اتنفذت عادي ورجعت متين ليه لان دي احنا مش اقيل له عليها ماشي ماشي بالمناسبة ممكن تحطها على اكشن اكشن زي ما احنا ماشيين كده وممكن تحطها على الكنترولر نفسه فلو حطيتها على الكنترولر هتتطبق على كل الاكشنز اللي جوه الكنترولر ده جميل فتعال احنا عشان نريح دماغنا بقى ناخدها من هنا وطلعها فوق خلاص انا عايز على كل وبالمرة خلينا نعدل الراوت ده بقى نرجعه ستاندرد كده وكده احنا امرنا تمام طيب محتاجين هنا بقى نهندل او نتحقق من اليوزر ماشي عشان نشوف بقى عملية البيزيك اوثنتيكيشن والكريدانيشن ازاي الميثود دي اللي هي هندل اوثنتيكيات اسينك دي اللي انا بكتب فيها بتاعي الميثود دي بترجع ريزلت اوف بترجع تاسك اوف اوثنتيكيات ريزلت بالمناسبة يا شباب اللي مش فاهم التاسك والاسينك والقويت احنا اه شرحناهم يعني بشكل ان شاء الله يكون مفهوم وواضح في سلسلة السي شارب ادوانسد هسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو في وصف الفيديو وبرضه هيظهر لك فوق دلوقتي لو انت مش فاهمها كويس روح بص على الفيديو ده الاول باذن الله تستعبها علشان انت عرفت تكمل لان التاسك والاسينك والقويت والكلام ده يعتبر حاجة اساسية جدا في الاسبي دوت نت كور وانت بتبني اي خلاص طيب البيزيك اوثنتيكيشن احنا قلنا ان انا ببعت اليوزر نيم والباسورد مع كل ريكوست طيب يجو لي فين عندي هيدر مهم جدا 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 في الاتش تي تي بي ريكوست اسمه في عندي هيدر اسمه اوثورايزيشن ده بيجيلي مع الريكوست اللي انا باعت فيه فبيبعتلي فيه اليوزر نيم والباسورد طيب هتقول لي دول قيمتين ازاي ببعتهم في هيدر واحد برافو عليه ده سؤال مهم جدا اليوزر نيم والباسورد بيتحطوا على بعض كده بيتلزقوا في بعض بس بنفصل بينهم بكل النقطتين فوق بعض وبعدين بيتعمل لهم حاجة اسمها بيز سيكستي فور انكودينج ويتبعتوا كفاليو واحدة للأثيريزيشن هيدر تمام اذا انا هنا المفترض ان اعمل ايه ان انا اخد الفاليو اللي ما بقوتها في الأثيريزيشن هيدر واعكس العملية ازاي ان انا احولها الاول اللي عمل لها دي كود من سكستي فور عادي وبعد كده اخد ده اعمل له سبلت بالكولون عشان افصل عن الباسورد وبعدين اه اتحقق من الباسورد دول بقى اشوفهم ولا لأ تمام طيب تعالى نرجع السطر اللي احنا لسه حزفينه ده وتعالى نقرأ الفاليو الاول ونشوفها تجي لنا شكلها عامل ازاي تمام هنقول يا سيدي الاول اول حاجة نعملها دايما لما تكون بتعمل custom authentication handler انك تتأكد فيه اصلا authorization header مبعوط ولا لأ لان ممكن ما يبقاشوا مبعوط اصلا تمام فهنقول له if not http context آسف 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 كي برده بيخلي تركيزي تحت الصفر يعني حرفي لو request.headers مش بتكون تاني authorization اقول له هنا return task dot from result authenticate result dot بوس يا سيدي انا عندي authenticate result دي فيها تلاتة مثل no result و fail و success. no result معناها ان مفيش اصلا authorization header يعني مفيش authorization header ما باوت لي اصلا يعني فانا ممكن ابعت null وممكن اقول له no result انا ما انا ما عرفش انت مين مش عارف انت مين مش عارف انت مين بسبب ان انت ما بعتليش اصلا بياناتك ما بعتليش انت مين خلاص فهقول له كده no result او ممكن اقول له dot fail ماشي اقول له ايه missing authorization header تمام ولكن يعني خلينا لما يكون authorization header field نقول له آآ اسف مش موجود نرجع no result افضل يعني تمام تمام طيب بعد كده الخطوة اللي بعد كده هلتقول ان انا محتاج اتأكد دلوقتي انا اتأكدت ان فيه authorization header جاي تمام محتاج اتأكد بقى ان الفاليو اللي فيه بتبدأ بكلمة basic ولا لأ اني خلي بالك ده انت بتعمل authentication handler فالريكوست دايما هيجي لك الريكوست دايما هيجي لك فانت محتاج تتأكد هل هو بنفس السكيم اللي انت شغال عليها ولا بسكيم تانية ماشي فعايز اقول له كده اف آآ او ناخد الفاليو الاول خلينا نقول var author header equal request dot headers of authorization. aqueles of authorisation. هقول له. reference strings خلاص عشان يدينا الفاليو بتاعتها. وهنقول له if not not author header dot starts with basic. ولازم يكون بعدها space只ابعا. خلاص وعشان معايز او كيس كمان ممكن يبعت لي basic capital basic small. هقول له برضو here return ماشي لو هي مش بتبدأ ببايزيك اه خلينا اقول له authenticate result.fail unknown scheme خلاص طيب هنا كده المفترض في اللاين ده لما يوصل للاين اتنين وعشرين اللي انا اقف عليه ده معناها انه في والفاليو اللي في بدأ بايزيك مسافة فالمفترض ان اللي بعد كده هو زي ما اتفقنا في بايز سيكستي فور فورمات فاتعال كده ايه ااااااااااااااا اخد لي يعني من بعد كلمة مسافة اخد لي كل اللي بعدها. طبعا? ممكن حتى نستعمل افضل. كده. ده لو انتم مش عارفينه اللي هو برضو ايه? انا قلت له دي البداية. ونقطتين كده مفيش رقم بعدها يعني معناها لحد نهاية طبعا? طيب. ده كده صح? هنقول بقى ايه? نعمل لها دي كود. دي كود. انا بفصلها لك واحدة واحدة طبعا المفترض. يعني احنا عادي ممكن نعمل كل الكلام ده واحد بس انا بفصص لك العملية اللي هو ازاي بفك اليوزر نيمول بسود بمشي عالك عشان انت بقى انت شايفها ماشي ازاي يعني. هعمل دي كود بعد كده فهقول له دوت فروم بيز سيكستي فور. خلاص احنا اتفقنا ان هي جاية لي بيز سيكستي فور بيز اربعة وستين. كده كأنه يعني كأنه يعني كأنه بيمثل يعني. ماشي? طيب. دلوقتي دي كودت اتحولت معي. بعد كده هقول له. فار يوزر نيم ان باسورد ايكول دي كودت دوت سبيلت. دوت سبيلت. دوت سبيلت. دوت سبيلت. فيه اه اه ايسف. معلش. كونفرت دوت فروم بيز سيكستي فور. هترجع لي بايت اري. تمام? هترجع لي بايت اري. تمام? فانا محتاج احول البيت اري دي السترينج بقى. فاقول له. دوت او دوت تمانية. دوت جيت سترينج. من البيت دي. ماشي? هنا بعد كده باقول له بقى دي كودت دي دوت سبيلت. وهنسبيلت بمين يا عم الحج? بس بالكون. تمام? لحد الخطوة دي كده انا بقى معي خلاص والباسورد. ماشي? تعال انا نقفل دي كده عشان الكود يبقى واضح. المفترض هنا ان انا بقى اقول لو اول ايتم هيكون في تاني ايتم هيكون في بتاعتنا. احنا طبعا دلوقتي المفترض ان احنا نروح نفاليديد في الداتا بيز بس احنا عشان نسهل الموضوع احنا مش هنروح للداتا بيز. احنا هنعتبر ان اليوزر عندي ثابت دلوقتي. اليوزر نيم مش بيساوي مثلا اه خلاص خلينا نكتبها عشان ما نخلش في الكلام ده. او اليوزر نيم ان باسورد لا يساوي باسورد. هقول له هنا ايه? هناخد دي نفسها كده هنا اقول له ايه? تمام طيب لو وصل هنا خلاص يبقى انا هنا المفترض اقول له ايه? بس خلينا كده ايه قبل ما نرجع بس خلينا نحط هنا بريك بوينت الاول ونمشي معاها ستيب باي ستيب ونشوف هل فعلا احنا ماشيين صح ولا غلط. ونشوف اصلا ازاي هنبعت من البوست مان الوزر نيمو البوصل بتاعنا. تعال نعمل كده. هيدخل هنا المفترض هنا مش هيلاقي. مفيش مفيش هيدر فهيكمل. خلاص احنا شوفنا. طبعا دي الريكوستات دي بتاعت السوجر اللي بتطلع في الاول. طيب انا هاجي من هنا من التاب بتاعت في البوست مان وهختار فهيديني دخل اليوزر نيم ودخل الباسورد خلاص? فهكتب له اليوزر نيم هنا ادمين والباسورد آآ باسورد خلاص? اللي احنا ثبتنهم في الكود. هعمل طيب تعال بقى نمشي كده مع الريكوست. اول حاجة هو لقى فيكمل معي. بعد كده هيقرأ الفاليو. الفاليو بتاعت مبعوتة كده اهي. مبعوتة بالشكل ده. خلاص? تعال كده لو فتحنا من هنا هقول له بسكستي فور دي كود. بص اهي. شوف ده الفيجور ستوديو ميديك او يعني ميديك الحتة دي يعني تمام? فهو جاي لك بالشكل ده. جاي لك بالشكل ده اهو. المفترض ان هو ودي كولون باسورد. خلاص? طيب. هنتأكد بعد كده هل بيبدأ بباسيك? آآ لا بيبدأ بباسيك اهو الحمد لله. فعدة كده. ماشي? اهو الباسيك وبعدها الايه الباسيك سترينج بتاعي. طيب نكمل. خدنا الانكودد كريدينشلز وهنعمل لها دي كود. اهي دي كودد بقت ادمن وباسورد على طول. بعد كده هعمل لها سبليت. فبقى عندي قرية دلوقتي اول ايتم فيها اللي هو ادمن وبعدين الباسورد. وبعدين ييجي يتشيك. فهنا خلاص هو لقى فعلا ان هو الراجل فالد الكريدينشلز بتاعته فالد فالمفترض هنا بقى ان انا مش ما رجع لهش نور ريزلت. المفترض ان انا رجع له ساكسس. خلاص? انا بس كنت عايز او مشريك الاول في الستيبس بتاعت ازاي بتفك الكريدينشلز. جميل? جميل. طيب. بص بقى يا سيد. هنيجي بعد كده. عايزين هنا نرجع ساكسس. لو انا جيت قلت له رجع لي ساكسس. هلاقيه طالب مني ايه? طالب مني حاجة اسمها تذكرة الدخول بقى بتاعتك يا باشا. يعني انت داخل الاستاد كده فين التذكرة? انت شاري تذكرة الله فين تصريحك? طيب? انا علشان اعمل له التصريح ده. محتاج الاول اقول مين بقى اليوزر? خلاص انا دلوقتي عرفت اليوزر. فمحتاج بقى انا في الكود بتاعي عرفت اليوزر. محتاج اعرفه للاي بي اي نفسها. محتاج اعرفه للسيستم بتاعي. بعارف مين اليوزر اللي بيكلمه دلوقتي. تمام? عشان تقول مين اليوزر بتحتاج يعني كم حاجة كده? اول وتحتاج حاجة اسمها تمام? وبعدين بتحتاج حاجة اسمها وبعدين بتحتاج حاجة اسمها يبقى عندي 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 يعني هوية خلاص? يعني هوية انا محتاج اعرف السيستم هويتك. هويتك دي ممكن تكون بطاقتك بصبورك اه رخصة السوقة بتاعتك الختم اللي على قورتك يعني فهم? ده دي الهوية بتاعتك. ماشي? فده المقصود بايدنتيتي. بعد كده بيجي حاجة اسمها برينسيبل. برينسيبل ده اللي هو انت نفسك بقى. انت نفسك. يبقى انا عندي برينسيبل لأكتر من ايدنتيتي صح? انت شايل بطاقة وشايل بصبر وشايل رخصة كل دي لنفس البرينسيبل اللي هو نفس اليوزر. بعد كده باخد البرينسيبل ده بعد ما حددت بتاعته بديله تيكت بديله تذكار الدخول. ماشي? فتعالى نبدأ بالايدنتيتي. الايدنتيتي بتاعتنا احنا هنستعمل حاجة اسمها كليمز ايدنتيتي. فار ايدنتيتي ايكول نيو كليمز ايدنتيتي. ايه كليمز دي كمان يعمل حاجة. عشان ما تتخضش الكليمز ايدنتيتي يعتبر الى حد ما هي الستاندرد ايدنتيتي ايه الى حد ما يعني. لو اتلاقي تقريبا مستعملة في كل حد. هي بتمثل اليوزر وكلمة كليمز دي مقصود بيها بيانات اليوزر. او بيانات الهوية دي. يعني مش بيانات اليوزر بيانات الهوية نفسها. اللي هو مثلا لو بنتكلم على البطاقة بتاعتك فهيكون مسلا دي شعيلة رقم البطاقة. وتاريخ الاصدار وتاريخ الانتهاء. مثلا. لو احنا بنتكلم على الباسبور هتكون شعيلة رقم الباسبور. تاريخ الاصدار تاريخ الانتهاء بتاعته جهة الاصدار. لو احنا بنتكلم على رخصة السواء فهيكون شايلة رخصة السواء وهكذا تمام فده المقصود بالكليمز يبقى الكليم الكليم الوحدة هي هي معلومة معلومة عن الهوية اللي انت هتحطها فيها تمام طيب فانا هقول له هيقول لي طيب هنا عايز مني خلينا انا ياخد الايه الافرلود ده اللي هو فين اللي هو ده اللي هو بياخد مني الكليمز وبياخد مني هو ده اللي احنا هنستعمله فهقول له هنا تمام وهحط له هنا الكليمز والبرامتر التاني اللي هو هحط له نفس بتاعتنا تمام خد بالك ان احنا عملين نكرر كلمة في كذا مكان فهنرجع للحتة دي تاني ماشي طيب هنا محتاجة احط له محتاجة اعرفه شوية بيانات عن هوية اليوزر ده زي ما اتفقنا فهقول له مثلا ضيف لي كليم هقول له نيو كليم كليم طيب دوت نيم اللي هي هتكون شايلة اسم اليوزر وهقول له والله اقول له يوزر نيم عند باسورد اوف زيرو تمام يبقى انا المعلومة اسم الشخص هحطها في الكليم اللي اسمها نيم الكليم طيب س دي دي سترينجس يعني ده اي سترينج هنا ممكن تحطه ولكن فيه كليمز كده يفضل انك تستعملها ستلاقي موجودة في الكلاس اللي اسمها خلاص خلاص دوت نيم هحط فيها وفيه برضو كليم طيب برضو دي مهمة جدا 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 يمكن تعتبر اهم كليم اصلا لو احنا عشرين اللي هي نيم ايدنتفاير نيم ايدنتفاير دي بتكون شايلة يونيك لليوزر. اللي هو عادة بيكون اليوزر اي دي بتاعك في الداتا بيز. مسلا سواء انت عامله او عامله او ايا كان يعني بيكون الاي دي بتاعه في الداتا بيز. عادة يعني. تمام? او اي حاجة مميزة تعرف توصل بيها ده بعينه ولا تحتمل التكرار ابدا. ولا تحتمل التكرار ابدا. بقى اي شكل من الاشكال. خلاص? فهحط له النام ايدنتفاير. هقول برضو هو اليوزر او خلينا نحط واحد. بس هو هنا دايما بتبقى فخلينا نقول له ايه واحد كده. طبعا? لو عايز احط اي كليم تاني هحطها. وعايز احط كستم كليمز برضو هحطها. ماشي? طبعا ما حطش الباسورد في الكليمز يعني. محدش بيعمل كده. يعني لو حطيت الباسورد لاني خلي بالك الكليمز دي بتقدر تفكها بشكل او باخر بعدين يعني. طيب خلصنا دي بتاعتنا. وحطيت له هنا او بتاعي. بعد كده قلنا ايه? البرينسبل. البرينسبل. اقوال يو كليمز برينسبل. الكليمز برينسبل ده بياخد مني ايدنتيتي وممكن ياخد مني اكتر من ايدنتيتي. والنقطة دي مهمة. والنقطة دي بتلغبط ناس كتير. البرينسبل الواحد ممكن ياخد مني اكتر من ايدنتيتي نفس المثال اللي انا لسه اضربه لك من شوية ان انت كيوزر لوحدك معك بسبور ومعك بطاقة ومعك رقم او معك رخصة سواقة ومعك معك ثلاث بصبرات مثلا يعني كل دي ايدنتيتيز ليك انت كشخص. فانت كبرينسبل ليك اكتر من ايدنتيتي. ماشي? انا هنا عشان اريح دباغنا وما لعقدش الامور احنا هنستعمل ايدنتيتي واحدة اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. وده على فكرة يعني ايه? خلي نقول ايه? ده الاكثر استخداما يعني فكرة انك تستخدم اكثر من ايدنتيتي لنفس البرينسبل بتستخدم في حالات معينة وفي ابليكيشن يعني ليفلز معينة يعني طبعا? طيب كده انا عملت الايدنتيتي وعملت البرينسبل ناقص اخر حاجة اللي هي مين? اللي هي التيكت. هقول له بقى var ticket equal new authentication ticket. وابعت لها البرينسبل بتاعي. وابعت لها برضو بتاعتي. وابعت التيكت دي. ماشي? حلوة. تعالى بقى ايه? خلاص نشيل البرينكبوينت. نشغل. تعالى هنا. راح فعلا نده الداتا وامورنا زي الفل. لو انا دخلت انا هنا دلوقتي على الاي بي اي دي. ماشي? انا عايز اعرف بقى اليوزر بتاعي دلوقتي. انا دلوقتي هنا محتاج اعرف مين اليوزر. لسبب او لاخر ودي هتحتاجها كتير جدا. على سبيل المثال انت عندك داتا معينة بتظهر او تختفي اليوزر حسب صلاحياته. فانت محتاج تعرف مين اليوزر عشان وانت بتقرأ داتا تحدد اليوزر ده ليه اكسس على داتا دي ولا لأ? ده اقرب مثال يعني. فانت نوع ان انت هتعمل سيستم مش هتحتاج تعرف فيه مين اليوزر اللي بيكلمك. تمام? فانا عايز اعرف اليوزر. هعرفه منين? لو انا جيت هنا هقول له var username equal user dot identity dot name. بس. اليوزر دي موجودة معك في الكنترولر. جواها بتاعتنا وجوا النام. تمام? وجواه كل المعلومات اللي انت حطتها. طيب تعالة بس عشان احنا عدلنا واحنا عملي نرن. نعمل كده. اعمل تاني هدوس تاني كده. لو انشوفت الوزر هلاقيه مين? ادمن ادمن اهو. صح? لو انا عايز اجيب الاي دي مثلا بتاع اليوزر. ممكن اجي اعمل كده. هنقول مسلا var user ايد. ايه بقى? خلي بالك الايدنتيتي بشكل عام هنا. ما فيهاش غير name والاثنتيكيتد والاثنتيكيشن طيب. الاثنتيكيشن طيب اللي هي بتاعتنا والنام اللي هو اليوزر نيم اللي احنا حطيناه. تمام? و هترجع لك ترو طالما فيه يعني طالما الاثنتيكيشن طيب مش نل فإز هترجع لك ترو. ولكن انا عايز باقي المعلومات. لو جدت وقفت على الايدنتيتي دي هتلاقي نوعها اي ايدنتيتي يعني هو مرجعها لك على انها اي ايدنتيتي. تمام? خلينا كده ايه نرجع تاني كده. بص اي ايدنتيتي. يعني هو مرجعها لك من نوع الانترفيس علشان يعمل يعني. تمام? احنا بص احنا بنرجعها دايما كليمز ايدنتيتي. من هناك. كليمز ايدنتيتي. فانا محتاج احولها لكليمز ايدنتيتي الاول. تمام? فهعمل كده. كليمز ايدنتي. اليوزر دوت ايدنتي. تمام? طرح ما حولتها لكليمز دوت ايدنتيتي هيطلع لي بقى شوية حاجات بقى ايه جميلة كده. انا عايز اقول له مثلا دوت فايند فرست. فايند فرست اهو. فايند فرست بدي له الكليم طيب اللي انا عايزها وبيجيب لي اول كليم مطابقة للنعدة. خلاص? اول كليم يقابلها مطابقة للنعدة. ماشي? وهقول له هنا. عشان بس اتأكد انها موجودة دوت فاليو. حطيت علامة الاستفهام دي طبعا علشان ايه? علشان لو هي مش موجودة ما يضربش. وما ينفسش اللي بعد كده فهيرجع الديفولت اللي هو نال. لو رجعت انا كده بالسهم كده فوق خلاص. ومشينا لقدام. هلاقي اليوزر ايدي جابهوا لي كام واحدة اللي انا كنت حطه هناك. فبالطريقة دي انك تحول اليوزر دوت ايدنتيتي اليوزر دوت ايدنتيتي لكليمز ايدنتيتي تقدر توصل لكل الكليمز اللي انت حطيتها لليوزر. طبعا? فاهمت كده البيزيك اثنتيكيشن ماشي ازاي? طيب. دلوقتي انا قلت له انا حاطت الاثرائز اتريبيوت عالمين على الكنترولر كله صح? فلو انا جيت شغلت تاني معلش هنرجع نشغل تاني. ونيجي ننادي الابي اي التانية دي. اه من غير اثنتيكيشن مش هبعد فيها اثنتيكيشن خالص. ماشي? فقال لي او ربعمية واحد صح? ومش احنا عدلنا الرياوز ده اللي ما عدلناه مش والله ايما انا فاكر معلش تعالى كده نبص نتأكد. عدلناه اهو صح? عدلناه طيب تعالى نعمل كده. انا عندي ممكن يكون عندك ابي ايز انت عايز تسمح بها لكل الناس. زي ايه? زي اللوجن اي بي اي نفسها. يعني انت اللوجن اي بي اي نفسها لازم كل الناس تعرف توصلها عشان تعمل لوجن اصلا صح? ففي بعض الابي ايز انت بحتاج تعمل لها من السكيوريتي ده او آآ ميدلوير. طب هتعمل الكلام ده ازاي? هتيجي تحط كده اسمها يعني مجهول يعني شخص مجهول انا ما عرفهوش. فانا بقول له اسمح لي ان هم يوصلوا للا بي اي دي. طب تعالى كده نجرب. ونشوف. هيعدي ولا مش هيعدي? عادة. عادة. يبقى بتخليه يسكب الاثرائز اتريبيوت وبتخليه يوصل حتى لو انت مش عارف مين اليوزر وما فيش ودي الاستعمال الامثل والاقرب والاشهر ليها هو اللوجن او الاثنتيكات اي بي اي بتاعتك. خلاص. ده كده كل ما يخص البيزيك اثنتيكيشن. آآ ممكن بس اي اي او ريكي حاجة سريعة برضو علشان نبقى قفلنا القصة دي. ممكن يعني بدل ما تعمل انت آآآ تقرى الاثرائز اي هيدر وبعدين. آآ تتاكد انه بيبدأ وبباسيك وتفكه وتعمل صب سترينج وسبلت والكلام ده كله. ممكن يجي تعمل كده. ممكن نقول له.cend هيدر اقوال اثنتيكيشن هيدر هيدر فاليو دوت تراي بارس خلينا ناخد دي جوه هنقول له اف تراي بارس الريكوست دوت هيدر اوثوريزيزيشن ويشغل اغاد ولو ما يعرفش يبارس يعني خلينا نفس الارر ده ماشي وهنا خلاص انا هيدش عارف مين الكلام عشر يشغل علي التركيز السضائع والا nah انا اسف هنا ساعدته في الحالة دي هنا محتاجة اتأكد بقى هقول له if not author header dot equals مش author header اسف author header dot scheme البارسد value هنا هترجع لي structure كده ظريف خالص اسمه authentication هدر value جوه to properties scheme و parameter فانا هقول له هنا if not scheme dot equals basic و string comparison dot ignore case برضو return نفس ال error ده ماشي وهنا included credentials هتبقى مين هتبقى author header dot parameter يعني الميثود دي رايحيتك شوية من ان انت تعد انت تكسر و تتحقق وا 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 الكلام ده كله فهي هتريحك من العملية دي شوية بس يعني احنا كده خلصنا كلامنا عن basic authentication وفهمنا يعني ايه authentication ويعني ايه authorization وفهمنا ازاي وقولنا انها لازم تتبعت في كل وبالمناسبة هو اضعف طرق السيكيوريتي او من اضعف طرق السيكيوريتي هو basic authentication يعني يعني هو الليفل اللي بعد ان ما فيش سيكيوريتي خالص انت يعني حطيت حاجة اصغنونة كده رشيت حبة ملحة كده اللي هما اسمهم basic authentication خلاص ولكن الحلقة الجاية والفيديو الجاية ان شاء الله هنتكلم عن المفترض انها وهنشوفها برضو شغالة ازاي يهمني ان انت تكون عرفت يعني ايه authentication يعني ايه كليم يعني ايه identity يعني ايه principle لان المصطلحات دي مستمرة معك بقى بعد كده في اي طريقة ايا كانت الطريقة اللي هتشتغل بيها الحاجات دي مصطلحات ثابتة مهم جدا انك تكون عرفت الاثرائز attribute والقلوة anonymous attribute فايدتهم ايه قلنا الاثرائز attribute علشان تقول ان الابي اي دي او الكنترولر ده بكل الابي ايز اللي فيه حسب انت خططها فين مطلوب ان يكون في يوزر انا عارفه خلاص والقلوة anonymous علشان اقول ان انا بسمح ان الابي اي دي بالتحديد اي حد يقدر يكلمها حتى لو هو شخص مجهول خلاص كده خلصنا كلامنا يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهاردة سهل وواضح وبسيط بالنسبة لكم شوفكم في الفيديو الجاية ان شاء الله وسمحوني على شوية عدم التركيز والله بس انا فعلا البرد بيبهدلني جدا في الموضوع ده استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته